في أمس الحاجة للخدمة للعمل للإنتاج وخاصة لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وورشات الإصلاح الكبرى المفتوحة والمطروحة لربما مش يعمل لنا إشارة عليها وليها صلاح دين الداودي في كرونيك اليوم في فقرة تعالى وجه الفضل ويني عنوان الإدارة التونسية هي الحل إصلاحاً وتصحيحاً رئاسة وحكومة وفي الجهات نعم شكراً محمد إذن الإدارة التونسية هي الحل إصلاحاً وتصحيحاً حكومة ورئاسة وفي الجهات هنا طبعاً الهدف هو الفكر الإصلاحي أو التغييري وثانياً ليس الإدارة فقط في الحقيقة وإنما جزء مهم وأصيل من الإصلاح يتعلق بالإدارة وطبعاً الكفاءات أو الأوفياء لعملهم وضمائرهم والخطط الذين هم فيها هؤلاء أيضاً معفيون من هذا الأمر ولهم كل التقدير يتعلق الأمر إذن بحالة الفراغ وثقب الشغورات وثغرة انعدام الحافزية والدافعية أحياناً والانسجام أحياناً أخرى في مختلف الخطط ومؤسسات الدولة وهذا في الحقيقة بالعين المجردة لا يزيد الأوضاع إلا تعقيداً ثمت إذن مشكل موضوعي يجعل الإختيارات أحياناً غير موفقة وهذا المشكل لا يتعلق بالأشخاص فقط وبالتالي فإن هامش الخطأ وسوء التقدير يكون واسعاً جداً وحتى إذا تعلق بالأشخاص فموضوعياً يصبح المشكل أوسع من الأشخاص ويتجاوز الأشخاص وباعتبار أن مجالات الإختيار هنا تتم في أوصات في الغالب لا تتوفر فيها شروط النجاح وهي بالطبع الكفاءة والخبرة والثيقة والمسؤولية وكل ما إناهلانك من هذه القيم والمعاني مما يؤدي إلى سوء إدارة المرحلة والحال أنه وبالتجربة ظلت الدولة التونسية قائمة في كل السنوات الفارطة نتحدث حتى عن سنة 2011 رغم كل الصعوبات ورغم تهاوي النظام آنذاك نتيجة ظلت واقفة نتيجة الاستنجاد بكوادر الدولة التونسية في الإدارة العمومية في مختلف المواقع من رؤساء مديرين عامين ومن مديرين وحتى من صفراء ووزراء وولات أبناء الإدارة التونسية في رأينا وهذه رسالة أيضا إلى الرئاسة والحكومة هم الأقدر على تأمين الخطط المهمة في الدولة الآن مركزيا وجهويا وحتى محليا أحيانا وهم الأقدر على تسيير شؤون الدولة لمعرفتهم الدقيقة بخباياها وانضباطهم وتربيتهم على واجب التحفظ وحفاظهم على أسرار الدولة تحت كل الظروف وفي كل نطاقات وأطر الإكرهات الموجودة في الإدارة التونسية ما يكفي لتحصين وتعبئة وتأمين كل الدووين من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة المديرون، المديرون العامون، المكلفون بالمهام، المستشارون وأيضا كل الخطط الأخرى ما يتعلق أيضا بالأعلام وبالنطاق الرسمية ورؤساء الدووين وإلى آخره وهذا لا يكلف الدولة شيئا لا فيها مش الخطأ ولا في مرحلة التجريب ولا حتى من الناحية المالية باعتبار أنهم في النهاية يقومون ويباشرون مهامهم ويقومون بواجباتهم يجب إذن إنهاء حالة استحكام الفراغ في بعض مؤسسات الدولة بطبيعة الحال نحن نتفهم لماذا تقع هذه الأمور ولكن في هذه اللحظة بالذات لم يعد الوقت ولا الفرصة متاحة حتى تقع أخطاء أخرى هذا الفراغ يمكن أن يكون مدمرا إلى حد ما ولم يعد يوجد أي مجال كما قلنا أو أي هوامش للخطأ وبصريح صريح صريح العبارة حتى رئاسة الحكومة حتى هذه اللحظة هي تعاني من زراعة حكومة الشاهد النهضة وهذه أمور تأكدنا منها في الأيام الفارطة إذ أن هذه الأوضاع لا يجب أبدا أن تستمر وكل متطلبات النجاح موجودة فعليا أتحدث دائما عن الإدارة والفرز في الإدارة واضح جدا على قاعدة الكفاءة والثقة والخبرة ما يكفي وزيادة وكلهم معروفون بالاسم والصفة والعنوان كل الاحترام والتضامن لو تسمح أخي محمد أنهي به هذا في ظل ما أسميه حرب المعلومات أكثر من كونه حرب تسريبات كل الاحترام والتضامن مع السيد رئيس الجمهورية وعائلته الشريفة وهذا أكتفي به لأنه في رأيي يجب أن يقال وعائلته هي يعني عينة من عينات العائلات التونسية التي ألاف العائلات التي استبيح دمها واستبيح شرفها وهو جندي من جنود هذا البلد في مسؤوليته وهذه القافلة لابد أن تستمر ولابد أن ينجح بلدنا ولابد أن لا نسمح لبعضنا البعض بعد هذا اليوم يعني أن نسمح بارتكاب الأخطاء الكبرى الخطأ البشري مفهوم ومقبول ويحدث في كل مكان ولكن أنا أوان الإصلاح والتصحيح على هذه القواعد شكرا لك سليح الدين الداودي عندي صديقة حكاية لي حكاية قاتلي عندي زوز من ولاد البروموسيون بتاعي في الجامعة تعاينوا